موسيقى رئيس الجمهورية يهنئ المواطنين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في تغريدة على حسابه بتويتر ويحثهم على إحياء الهدي النبوي في التسامح والمحبة والإخغام اقتتام الجلسات التمهيدية حول إصلاح النظام التربوي الوطني بمشاركة الفاعلين في المجال التعليمي والمتخبين والأحزاب السياسية والنقابات موسيقى مظاهر تخليد ذكرى المولد النبوي الشريف فتعموا مختلف ولاية الوطن وندوات والسهارات المدحية لتدارس سيرته العطرة والجمائله الغرار موسيقى أعيدكم سعيد مشاهدين ومستمعين عبر الأفهم وكل عام النوات بخير أهلا بكم إلى مساية الموريتانية أعيد سعيد تلو علينا وعليك وعلى المشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم ونرحب كذلك بسلم وليحفظ الذي سيرافقنا في الجزء الأول من هذه النشرة بلغة الإشارة هنأ رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني المواطنين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وجاء في تغريدة له على تويتر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أهنئكم ووطني الأعزاء وأسأل الله أن يعيدها علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير ويمن وبركة إن هذه الذكرى العظيمة مناسبة لاستكناه الدروس والعبر من سيرة المستفى صلى الله عليه وسلم وإحياء هديه في التسامح والمحبة والإخاء اختتمت الليلة البارحة في نوكشوت الجلسات التمهيدية التي نظمتها وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي مع الفاعلين في المجال التعليمي والمنتخبين والأحزاب السياسية والنقابات حول إصلاح النظام التربوي الوطني وسينطلق الخميس المقبل تشاور جهوي حول الموضوع نفسه يستمر أربعة أيام ويشارك فيه المتخصصون والسلطات الإدارية والمنتخبون المحليون على مدى أسبوع نظمت زارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي ورشات تمهيدية لتشاور مرتقب حول إصلاح النظام التربوي الوطني الورشات شاركت فيها الأحزاب السياسية والمنتخبون ورابطات آباء التلامذ والنقابات والفاعلون في مجال ترقية اللغات الوطنية والمستثمرون في التعليم الخاص واللجنة المسرفة على منتضيات التعليم 2013 خلال الاجتماعات جميعها تم تطرق لأحدى عشرة إشكالية من بينها تنظيم النظام التربوي والمصادر البشرية ومحتوى برامج التعليم والتعليم المهني والخاص والعالي وتتضمن كل إشكالية من هذه الإشكاليات مجموعة من البحاور الفرية شملها النقاش كلها اليوم الختمي للجلسات الممخدة للتشاوري تضمن خمسة اجتماعات منفصلة مع رابطة العمد الموريتانيين وشركاء الفنيين والممولين ورؤساء المجالس الجهوية ومستثمرين في التعليم الخاص فضلا عن اجتماع معلولات عبر تقنية الفيديو تطرق بالإضافة إلى الإشكاليات السابقة لطرق تنظيم التشاوري المرتقبي الذي سينظم على مستوى الولايات رابطة العمد الموريتانيين التي كانت حاضرة باجتماعات اليوم الختمي أكدت كغيرها من المشاركين في الجلسات أن مشاركتها بالتشاوري الوشيكي ستكون فاعلة قدم معالي الوزير عرض واضح وشافي حول المواضيع التي ستتمي ثارتها على مستوى الأيام التشاورية وعلى أهمية هذه الأيام اللي حقيقة لا يتخرج فيها رؤية شاملة ذاك اللي هو الكامل يخدم مصرح المنظومة التربوية بشكل عام على مستوى وطنية تقدمها للمراحل ثانية للمصادقة عليها وظهر اللي بنا هم وطني نحمله كاملي وبالخصوص نحن كمنتقابين وبالخصوص نحن كعمد ظاهرنا بالنذمن والعرض اللي قدم الوزير ونأكدوين الله تبارك وتعالى على المشاركة أنك دور تعود فيه فاعلة ودور تصب كامل حول ذاك اللي يخدم الشئة للعام ختم التشاور التمهيدي حول إصلاح النظام التربوي على أن ينطلق تشاور آخر جهوي الخمس المقبل سيكون المشاركون فيه أساسا من ذوي الاختصاص العارفين بقضايا التعليمي وكل ذلك تمهيدا لتشاور آخر وطني شامل تشارك فيه قوى وطنية تصدر وثيقة ينتظر أن تتضمن خارطة طريق لإصلاح تعليمنا الوطني الذي طال انتظاره أعلنت وزارة صحة اليوم في إجازها الصحفي اليومي تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 حالة شفاء خلال 24 ساعتين الماضية بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل بذلك إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في بلادنا إلى 36759 إصابة من بينها 35527 حالة شفاء و790 حالة وفاة نظمت بلدية دار النعيم ليلة البريحة حفلا مديحيا بمناسبة ذكرى مولد خير البريحة عليه أفضل الصلاة والسلام وذلك أحياء للتراث الإسلامي واقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم والتمسك بمحجته حضر الحفل جمع من سكان مقاطعة دار النعيم بالإضافة إلى السلطات الإدارية بولاية المرشوط الشمالية والمنتخبين المحلي هكذا صدحت هذه الحناجر بمدحي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم في هذه السهرة المديحية التي نظمتها بلدية دار النعيم تخليدا لذكرى المولد النبوي الشريفة وتعزيزا للحمة والحث على محبة النبي الكريمي وأخذ العبر مستيرته الشريفة يأتي تنظيم هذا النشاط المديحي في إطار تعزيز اللحمة المحبة والتآخي لنستلهم الدروس والعبارة مستيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسد ليتمم مكارم الأخلاق لنجعل من ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم نبراثا يضيء لنا الطريق وقد سعينا في هذه السنة في إطار الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم إلى تنظيم جائزة باسم عمدة دار النعيم للسيرة النبوية والمديح في مجال الفصيح الشعبي النثر لهلاثة فائزين مفتوحة للجنسين ذكور إناث لمختلف الأعمار سيتم فرز نتائجها في حفل مديحي يقام ليلة 26 أكتوبر 2021 في مباني البلدية ستتخلره تكريمات وجوائز فورية تميزت هذه السهرة المديحية بإلقاء نصوص شعرية تفنن أصحابها في ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى فقرات مديحية قدمها شباب من مختلف الأعمار تحث على الكثار من الصلاة والسلام على الرحمة المهدات للعالمين خاتم النبيين والمرسلين تتعدد مظاهر الاحتفاء بذكرى المولد النبوي شريف الذي يعد مناسبة دينية يظهر فيها تعلق المسلمين بنبي الهدى عليه الصلاة والسلام وتتملت الأبرز الاحتفالات بن وكسوطة في إقامة السهرات المديحية التي تقدمها فرق فنية طيلة شهر ربيع الأول ذكر سيرة النبي عليه أوضل الصلاة والسلام وبيان فضائل وشمائل سيد الأولين والآخرين كعلوا بها الترنيمات بالمدايح النبوية العذبة كجزء من مظاهر الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف هذا المتح رواية مثلا كبيرة عند نبيه المتح الرسول صلى الله عليه وسلم وعاطين وقاع همية مثلا كبيرة هذا العيد النبوي الشريف هذا دون من شاء الله اللي نخلق تبارك الله قليل قاعدنا نقلعوا ليلة عن المتح نتبارك الله بالليل ثم من شاء الله اللي قليلة ليلة ما نجتمع فيه ونعدل المتح أداء يتزايد خلال شهر ربيع الأول حيث يتبارى المداحون في تقديم المدايح النبوية استشعارا لأهمية المناسبة وقيمتها في الذاكرة الجمعوية للأمة الموريتانية سقط قددا عنه قديم من قدها كباط قديم والله إذا عندي شيء من متح قديم وعند شيء جديد وهذا مولود النبي صلى الله عليه وسلم شايفه نهدفله الياسر تحرف الرقم المتح متح زين ما باقي حد ولا عند Ça Connie متح الرسول ما هو شارك فيه إلا ما شارك فيه بعد في الس rape شارك فيه بعد بتصفاق والله عدل المرده بعد ولا عني هوجته لا هو متح النبي صلى الله عليه وسلم متح الرسول صلى الله عليه وسلم سيقال هذا شهر شهر الفضيل يالتحد الله اللي قد يقدم من مدح قاعد يسوم ما هو قاعد مع الجماعة وبينه هو راسه فام يحيي لشهر الفضيل فام زين عنده حتى وكبير عندنا قاعدينه قيمة وياسر ما لاحق عندنا قاعدينه تركوه قاعدين ليصيفه يسويه مظاهر تجسد أهمية المناسبة الدينية وذكرى مولدي خير البشرية واستذكار كل ما هو مفيد من عمل الخير على إطلاقه وما أرساه رسول الهدى من قيم العدل والإيمان والبدل والمؤاخات دائما في إطار الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف شهدت مدينة وذيب على غرار المدن الداخلية احتفالات متنوعة حيث خلد العديد من المواطنين هذه الذكرى بالمدائح والابتهالات والزيارات العائلية فريق من الموريتانية في مدينة وذيبو يرصد لنا جانبا من هذه الاحتفالات في سياق التقرير التالي في هذا المسجد الذي يعد واحدا من أعرق مساجد العاصمة الاقتصادية وذيبو يتحلق هؤلاء على محبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله وخصاله تزامنا مع ذكرى المولد مشهد معلوف لدى السكان هنا خلال شهر المولد النبوي الشريف لما ولد كون تغيى كان بغل مات نحن هذا فقنا على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقنا على والدينا خلدوا ذا العيد لبسونا اللباس وخلدوه كانوا بالمدح فتبارك الله وذكراه والتسبيح وصل عليه وحنا مولي ذاك الذي فقنا عليه لين تموا العدله إن شاء الله ما بينكو نعزته وساليمن عند ولنا إن شاء الله يجعلنا من المحشورين معاه إن شاء الله إن شاء الله يعد أولادنا عاقب ذاكوا من يفيقوا عليه المحبة إن شاء الله وفي جانب آخر من المشهد يكثر الإقبال على الملابس في سوق المدينة وتنتشر أعداد هائلة من المواطنين أمام المحال التجارية بحثا عن مقتنائات ومستلزمات تناسب الحدث عيد المولود زين حتى وما بات ونقرأ فيه وما تبات الدنيا ما عادة pocket نها العيد يركز الزائرون هنا على محلات بيع الحلي والملابس والمقتناية المنزلية في الوقت الذي تشهد السوق تنافسا محتدما بين التجارة في البضايع المعروضة أمام الزبائن استقبال في العيد هو نزيل وتبارك الله ما شاء الله الباس موهر حتى يكملو أر وزيل ما شاء الله والله لقنا بالمرصة باك نشير مشي من الباس بانترات جدعان والباس لأزب السرمات عايدين ومشرين ما هو أريم ولي حتى ونعايد ترك المرود هو قاعد من أفضل العياد بهذه العيد مورد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن كالشباب نعيده في أكبر نعيده نصرات الأرحام والباس جديد وياسر من العمار الصالح عد المحد السلام على قار وصلت الأرحام ويمشي عيد إن شاء الله سعيد علينا وعليكم المسلمين إن شاء الله الأمور الإسلامية جميعا ورانا باركين لجميع المسلمين على ذا العيد ونحن الشباب بهذا العيد نسامحوا فيه وجل أصحابنا وجل هارينا ساهم آهم وتختلف العادات والتقاليد المتبطة بذكر المولد النبي الشريف هنا في مدينة نواذيبو عن المناسبات الدينية الأخرى نظرا لما تتميز به من أجواء روحانية تضفي نوعا من السكينة والهدوء على المشهد العام رغم أجواء الفرح والسرور التي لا تفضيها العين عبدالودو دولستنة الموريتانية مدينة نواذيبو والآن ننتقل إلى شبكة مراسلنا في الداخل لينضم إلينا من مدينة نواذيبو عبدالودو والسيدنة ومن روسو محمد البلال وبهبيري ولليدالي من مدينة كيهيدي لو بدأنا مع عبدالودو والسيدنة على أن نعود لبهبيري ومحمد اللاحقا في سياق هذه النشرة أهلا بك عبدالودود عيد سعيد وكل عام وانت بخير ما أبرز مظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة نواذيب مرحبا أحمد عيدا سعيدا لك ولسلمة ولجميعي زملاء في الإدارة المركزية وفي المكاتب الجهوية في الحقيقة ربما تختلف الأمور إلى حد كبير هنا في العاصمة الاقتصادية النواذيب فيما يتعلق بالعادات والتقاليد والمظاهر الاحتفالية المرتبطة بالعيد نحن نتحدث عن مدينة عمالية بامتياز يقطنها المئات من المواطنين من مختلف ولايات الوطن وبالتالي هذا التنوع وهذا التعدد في المكونات المجتمعية التي تقطن هذه المدينة العمالية ربما انعكس بشكل أو بآخر على العادات أو المظاهر الاحتفالية المرتبطة بالعيد أحمد طبعا لا شك أنه تمت جانب روحاني في مظاهر الاحتفال هذه هناك ما تم رصده أمس أي ما رصدته عدساتنا خلال الأمس واليوم هناك جلسات مديحية مكثفة تشهدها فضاءات والمدينة والبيوت حتى هذا بالإضافة إلى المساجد التي باتت بات نشاطها يتخذ حيزا كبيرا من المحاضرات الدينية هناك نوع من الإحياء جديد على مستوى مساجد نواذيبو وعادة حسب المتابعين ما تشهده مساجد مدينة نواذيبو طيلة شهر ربيع الأول هناك العديد من المحاضرات الدينية المكثفة تركز في مجملها على السيرة النبوية على ذكر خصال وشمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا جانب هناك جانب آخر وربما تتميز به مدينة نواذيبو هناك مظاهر احتفالية أخرى على المستوى السياحي حيث يقوم المواطنون بزيارة العديد من الأماكن السياحية الموجودة في أطراف المدينة وفي الفضاءات التي باتت تبرزه في الآوذة الأخيرة في بعض أحياء المدينة فضاءات التنزو والاسترخى هناك أيضا إقبال كبير خاصة من الشباب على المقاهي والمطاعم خلال أيام هذه الذكرى الجميلة التي يبدو أن مدينة نواذيبو أن سكان مدينة نواذيبو حيوها بطريقة متميزة إلى حد كبير فيها جانب كبير مرتبط بالجانب الروحاني وهناك جانب آخر مرتبط بالفرح والحبور وهي عموما أجواء فرح وحبور بحلول هذه الذكرى التي يقدرها المجمل سكان نواذيبو ويحتفل بها عبد الودود والسيدنة مراسل قناة الموريتانية شكرا جزيلا لك حدثنا من مدينة نواذيبو شهدت مدينة روسو ليلة البريحة أجواء احتفالية بذكرى مولد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم مظاهر هذا الاحتفال الذي عرفته أحياء مدينة روسو عكستها ابتهالات دينية وخطب تتبعت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة أكاملة عاشتها مدينة روسو على وقع الاحتفالات المخلدة لذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم احتفاءا بمولده وتعلقا بسيرته حيث اطلقت في هذه الليلة الابتهالات من داخل المساجد العتيقة وخارجها في الباحات العامة وتنادت لها الأئمة والشيوخ والشباب والنساء جميعا خاشعين في لحظة تدبرين وتمعون في شمائله صلى الله عليه وسلم فهو رحمة مهدات من رب العالمين إلى الخلق كافة أن محمد رحمة للعالمين كما جاء في القرآن وصحى أنه الشفيء فيهم يوم القيامة وسيد ولد آدم فقال في أحد أحاديثه آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة صحى في القرآن أنه خاتم النبيين وإمامهم ودينه أفضل الأديان وأمته أفضل الأمم أعبر لكم ما في ضميرنا لإهياء هذه الليلة المباركة التي ولد فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله كلهم بذلك اجتمعنا هنا لإهياء هذه الليلة ونذكر فيها بعد أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصيرته وسنته مظهر آخر من هذه الابتهالات الدينية لها شذور مترسخة تتمدد في نفوس البشرية تعلقا بعدل وإنسانية رسالة الإسلام الخالدة الجامعة لكل معاني الإنسانية فإهياء ليلة مولده صلى الله عليه وسلم مناسبة لمراشعة سيرته خلقا وأخلاقا هذا متح الرسول عليه الصلاة والسلام الذي استحق استحق الليلة استحق حد حي يالي دائما نعدل المديح رسول الله لسالة وسلم كل سنة نعدلها في عيد المولو نبرك بهذا الشربي اللي فضيل عندنا وشاكل تلفز الوطنية وزينا عندنا حتى اللي تجينا وتحيينا والناس اللي يجيونا كامل نحيينا مظاهر الاحتفاء بخير الخلق في ليلة مولده تنوعت فيها المدائح والابتهالات وأظهرت في نهوس الحضور قوة الإيمان وتعلق بخاتم النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام قناة الموريتانية محمد بلال مدينة روسو نودع الآن زميل يسم لحفظه الذي كان قد رفقنا في الجزء الأول من هذه النشرة بلغة الإشارة ونبقى في مدينة روسو لينضم إلينا من هناك مرسلنا محمد والبلال أهلا بك بماذا تسمت أجواء الاحتفال بذكرى عفوا مولد الهادي صلى الله عليه وسلم بمدينة روسو شكرا لك زميلة سلمة عيدا سعيدا لك ولمحمد ولمشاهد قناة الموريتانية إذا كنت تمكنت من سؤالي جيدا فيعني أبدأ القول بأن هذا العيد له وقع ويقاع كبير على مستوى هذه المدينة مدينة روسو التي شهدت ليلة بارحة احتفالات بمناسبة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الزميلة إذا نظرنا إلى هذه الاحتفالات من جميع النواحي سواء من الناحية الجغرافية أو الموقع الجغرافي صح التعبير لهذه المدينة وإذا ما نظرنا أيضا كذلك إلى تأصل هذه الظاهرة نجد بأنها شيء طبيعي يتكرر في كل سنة وهو يعني تتداعى له كل الجهات وكل العراق وكل طياف المجتمع في هذه المدينة فالاحتفالية شهدتها عدة أحياء من مدينة روسو ففي الحي العريق السطارة شهد احتفاءا مديحيا على آلة الطبل وهذه عادة وموروث ثقافي قديم يعني متأصل جدا وكذلك في أنجربل كذلك كان هناك احتفال وفي مدينة أيضا كذلك كل هذه الاحتفالات تبدأ من المساجد وهنا في المسجد العتيق بدأت هذه الاحتفائية بمحاضرة ركزت على شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيرته خلقه أخلاقه تعامله الدين الذي جاء به وهو الإسلام والوسطية وكل هذه الأمور ليكون الخروج إلى الساحات في ابتهالات تتواصل من ساعات الليلة الأخيرة إلى المظاهر التي تشهدها كل شكر لك عفوا مرسلنا محمدا والبلال حدثنا من مدينة روسو وعلى مستوى ولاية الحوض الشرقي تنوعت بمدينة النعمة مظاهر الاحتفال بذكرى مولد الرسول عليه أسكى الصلاة والسلام وما زال سكان هذه المنطقة من الوطن يحافظون على التقاليد التي ألفوها منذ القدم في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف تقليد ورده الخلف من السلف قرع الطبول مع كل ذكرى لمولد خير البرية عليه الصلاة والسلام في هذا المكان من بطحاء مدينة النعمة أي تداعى إليها الجميع إحياء لهذه الذكرى الكبيرة في نفوس المسلمين رقصات جماعية للرجال من مختلف الأعمار على إيقاع طبول دابت هؤلاء النسوة على قرعها بهذه المناسبة العظيمة بعد أن تزين بحليهن الأصيلة في مشهد مكن أبناء المدينة من استعادة ذكريات ماض أحية هذه الليلة المليئة بالمشاعر الصادقة المعبرة عن حب المصطفى أنا هذا الحمد لله اللي خلقناه هون والحقناه هون در قد هذه الذكرى تذكرنا بياسر من الماضينة ومن أحضر لها وأعطاه مولانا أن أحضر لها داك داكت في النعمة تخليد ذكرى مولد مصطفى عليه الصلاة والسلام يعتبر خصم مولانا بشيء ما جبره الأخرين ويحرص أبناء مدينة النعمة على التنظيم المحكمي لهذه الأماسي الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف في مسعى يرمي إلى المحافظة على الموروث الثقافي طبعا أنا والشباب معايا محافظين على هذه الرقصة ودائبين على كل سنة بإمكاناتنا البسيطة نحاول عن نظموها نظموها مرتين في السنة الليلة اللي أليت مظاهر الليلة الثمانطاعش عن ذلك القمر يتوخر يا غير يتوخر الناس معاه لين يطلع القمر نعود نعدلو عليهم يا غير نظرا عن الزمن نتقدم ونتكرر الوجهة عدنا نجوه للأضباء وننظموها يا غير كما قلنا عن يركصوا الرجالة فقط والإعليات مهمتهم عنها يصفقوا فقط ولم تقتصر مظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على هذه الاحتفالية بل صدحت الحناجير في مختلف أحياء المدينة بالمدايح تأسيا بقوله عليه الصلاة والسلام من مدحني بشطر كلمة وجبت له شفاعة يوم القيامة النعمة لبات المدايح الموريتانية يشهد سوق المواشي في مدينة أطار انتعاشا ملحوظا هذه الأيام خاصة في اليوم الأول من ذكرى المولد النبوي الشريف مراسلنا في مدينة أطار زار السوق وأعدت تقريرها في اليوم الأول من ذكرى المولد النبوي الشريف هكذا بدأ سوق المواشي في مدينة أطار تفاوت ملحوظا في الأسعار تميل أغلبها للارتفاع مع إقبال متزايد من المواطنين على هذا السوق يقبال الحيوان حركة وضرك تعبانة ما هي كيهاصن في الصيف تقود الحركة ياسرة تقود البيع خالق ولا باس ولا سعار تقود مرتفعة في الصيف وهذه الفترة فترة من توجه الشتاء والحيوان اللايك جايدون بلو مناسبة عند عيد المولود ضرك البيع لا يخلق لباس يا قرى الضعيف يقبال دون المستوى يقول بعض باعة الأغنام هنا وبعض كبار الباعة طمأنوا بوفرة الأغنام في هذا السوق يقبال بعض خالق اليوم ما إن شاء الله عيد زين إن شاء الله فهذا النازجات مشارات مشاهد البيع ما نباس لا مرة كيف كان مرة تبيع ياسر مرة تبيع شوي ولا النهار لا لباس لا لباس البيع ما خاسر لي شي مرة تجين الناس ياسر ومرة تجين قليل واليوم بعد لا منشبه نهارات اليوماتية لا لباس الناس لا لباس للرغم ما خلفت جائحة كورونا من إنعكاسات سلبية على العديد من الأنشطات الاقتصادية وعلى هذا السوق بالذات يرى عدد من تجار المواشي انتعاشا لحركة البيع والشراء لقناة الموريتانية الأندلس الشيخ المصطف مدينة أطار شهد سوق مدينة كيهيدي حركة نشطة اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي شريف كاميرا الموريتانية تجولت في السوق ورصدت مظاهر الاستعدادات لاحتفال بالذكرى في التقرير التالي سوق مدينة كيهيدي يستقبل ذكرى المولد النبوي شريف بالكثير من الحيوية والنشاط حيث يعج بالبضائع والمتسوقين القادمين لاغتناء الملابس في هذه الذكرى التي وجدوا فيها فسحة لترويح النفس من أعباء الحياة بعد أن أثقل كاهلهم حديث كورونا الذي يحد من مظاهر الاحتفالات نشروفين ملابس نشروفين ملابس الأصفار ملابس الناس الكبار ما شاء الله وصلوا فيه على محمد صلى الله عليه وسلم نعذر في المدايح ايد كنزين ناس جاء شراء ما شاء الله ايد في ناس ما شاء الله ناس جاء الله الملابس رغم تنوعها وتوفرها إلا أن المواطنين يطالبون بجعل الأسعار في متناولهم رغم أن البعض يرجع ارتفاع الأسعار لأزمة كورونا التي تؤثر على العالم بشكل عام يؤكد البعض ملاءمتها مع غالبية المواطنين ايد زين تبارك الله هو زين تبارك الله واجواء زين الناس جاي وكل يجيب شريحة يمشي ما شاء الله ما هذا مشكلة ووضيتنا سعر أسعار عادية أسعار متناول أجواء ذكرى المولد النبوي الشريف في سوق كيهيدي يطبعها الفرح والسرور كيف لا؟ وهي ذكرى مولد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم بهبيري ليدالي لقناة الموريتانية مدينة كيهيدي تمكنت المحاضر في ولاية العصابة من المحافظة على نهج السلف بالسير على خطى الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في كل ما يخص تدريس العلوم الشرعية هذه المنهجية في التدريس شجعت الكثيرين من داخل البلاد وخارجها على التوافد إلى هذه المحاضر لتشبع بالدين الحق القائم على مبادئ الوسطية والتسامح ونبذ التعصب على نهج المصطفى عاش الموريتانيون في ولاية العصابة مستنرين بهداه ينهلون من تعاليم ما جاء به من حق فكانت المحضرة الشنقيطية الحاضنة الدينية التي وجهت العقول ونقت القلوب عبر تمسكها بالعروة الوثقة واتباعها لسنة الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسول وشريعته هي آخر الشرائع وللناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس وهو رحمة للعالمين إذن المحورة التي قائمة بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وقائمة أصحاب التي جاءوا بها تشيع الأخاء والإخاء وتشيع الرحمة وتشيع الإطمئناء كل ما يؤدي الهدوء والإطمئناء للأمة للعالم هذا هو منذ المحورة الصبية الدارسون في محاضر ولاية الأصابة القادمون من كل أنحاء المعمورة لا يجدون مشقة في معيشتهم فوصايا خاتم النبيين تفرض على السكان هنا كفالة طلاب العلم لما فيها من خير في الدنيا وذواب في الآخرة أنا جاي من شرطين طالب جاي لي هون شهرين دوري عود تقريبا جاي عندي هلاتي من القرآن عدتي له من السركة الحمد لله وعدت السركة إن شاء الله ما بيش نجيس هون الأستعمل صحة حالي أنا أم مالي في الدخل في أرض المختنية ديميل ديزويت أنا أندي هنا تنطان في بلد الليون أنا أسمع جدا هذا محضر قرر جدا في القرآن كل أسرة عند بعضية من التلامي تنفق عليهم والله الحمد لله على مدى عقود من الزمن سار الموريتانيون على طريق خير البرية وصحبه وأفئدتهم قبل عيونهم تنظر وتنتظر فضل الخالق عز وجل وشفاعة حبيبه ومن صل عليه محمد عليه أفضل الصلوات والسلام متهل الصادق قناة الموريتانية مدينة كيفا عبر سكان مقاطعة وامفو عن فرحتهم بتحويل مركز وامفو لدري إلى مقاطعة مثمنين تحقيق هذا المطلب القديم الذي طالما حلموا به فريقا من مكتب الموريتانية في كيهيدي زر مقاطعة وامفو والتقى بالسكان وأعدى التقرير التالي وامفو المدينة الشاطئية ذات الموقع السياحي الجميل تقع في الجزء الغربي من ولاية قدماغا على ضفاف تجمع للمياه يدعى قارة يحيط بأجزاء كبيرة من المدينة بينما الأجزاء الأخرى تقع على نهر السنغال هذه المدينة أصبحت الآن بعد قرار من الدولة الموريتانية رابع مقاطعات ولاية قدماغا بسبب موقعها الجغرافي المميز ونشاطها الاقتصادي الحيوي وتنوعها الديمغرافي الهائل أمور ضمن أخرى حولت المدينة من مركز لمقاطعة هذا القرار قرار تخطو الدولة الموريتانية مؤخرا وكان قرار شجاع من السلطات عليها في بلد وبإنشاء مقاطعة هونبو مقاطعة هونبو وهذه إنشاءها كان مطلب قديم لدى الساكنة هنا الساكنة هنا التي تتألف من 50 ألف و 50 ألف ساكن هي 448 ألف و 300 قاع بالضبط حسب إحصاء 2013 وكان عندهم مطلب قديم ملح هو إنشاء تحويل مركز هون مركز إداري إلى مقاطعة وتحقق الحمد لله مؤخرا والمواطنين هون مستشعرين به لأنه سيقرب لأنه هدف الرئيس الرئيس الجمهورية وتقريب الخدمات من المواطني وعلى الأساس تم إنشاءها المقاطعة هذا إنشاء المقاطعة سيترتب عليه الكثير من توفير الخدمات الصحية وتعليم كانت موجودة أصلا يقال لدي توسع بكم أكثر ثانيا لا يحمي زراعهم ولا يحمي البيئةهم يعني يوفر رياس المسائل والبنى التحتية وأمور ذلك ستأتي تتباعا إن شاء الله وهذا كان لؤثر طيب في نفس المواطنين وكانوا مرتاحين لأنه قرار بالنسبة لمقرار التاريخي وكان مطلب قديم عندهم وجهاء واعيان ونفو عبروا تباعا عن تثمينهم لهذا القرار الذي بموجبه أصبحت ونفو مقاطعة مشيدين بتحقيق مطلب كان من ألح مطالبهم أتمنى هذا القرار الذي تخذه في رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ القزواني والقاضي بتحويل يومبو لمقاطعة نحن نشكر له هذا الاجتمام الذي أولى لمقاطعتنا ونتطلع للمزيد خصوصا أن المقاطعة تحتاج الكثير من الخدمات الحيوية نحن هذا اللي عدلنا من جزاء زينا عندنا حتى يقير موالي مزيدنا نبقى المزيد نبقى المزيد نبقى قدروه ينقبضنا من سيلي بابي نيني جينا بين اللي وقت الخريفة في أزل نشكر الله أولا ومشكر رئيس الجمهورية والدولة الموريتانية ونعبر لهم عن امتناننا في هذا القرار الذي بموجبه أصبحت ومبو مقاطعة هذه المقاطعة التي تعيش فيها جميع مقونات المجتمع الموريتاني بمجتمع وسلامة هنا يعبر السكان على طريقتهم حيث تداعوا جميعا وعدوا العدة وحزموا الأمتع ويمموا النهر وقدموا عروضا تعبيرا عن فرحتهم بالمقاطعة الجديدة أصبحت ومبو مقاطعة الأمر الذي بموجبه ستتحول إلى ورش عمل من مباني إدارية وخدمية من أجل تقريب الإدارة من المواطنين أينما كانوا بهبيري اليدالي لقناة الموريتانية مقاطعة ومبو وبالعودة إلى شبكة مراسلنا في الداخل ينضم إلينا من مدينة كيهيدي بهبيري ولي اليدالي أهلا بك باه عدتم من رحلة إنتاجية إلى مقاطعة ومبو في ولاية قيدي ماغا ما أبرز انطباعات المواطنين هناك حول قرار تحويل مركز ومبو الإدارة إلى مقاطعة نعم عدنا صباحا اليوم من هذه الرحلة الإنتاجية التي قدتنا إلى ولاية قيدي ماغا مقاطعة سيلي بابي مقاطعة غابو مقاطعة ومبو تنقلنا داخل هذه المقاطعات ووقفنا على حياة المواطنين هناك لنرصد مختلف جوانب حياتهم عبر وذائقيات وتقارير ستخرج تباعا إن شاء الله على قناة الموريتانية والقنوات المختصة لشبكة الموريتانية إذن هذه الرحلة الأخيرة التي قادتنا إلى مقاطعة ومبو رصدنا فيها انطباع المواطنين حول ما تحقق لهم هو أبرز المطالب التي كانت على قائمة مطالبهم هو تحقيق هذا المطلب الذي بموجبه أصبحت ومبو مقاطعة خبر قرار وجد طريقه في نفوس السكان الذين أصروا على أن يعبروا لنا عن فرحتهم بمكنونهم التراذي الفلكلوري الذي شاهدتم في التقرير وأيضا من خلال وجهائهم وأعيانهم كلهم تداعوا بالإضافة إلى السلطات الإدارية هناك ممثلة في حاكم المقاطعة من أجل التعبير للجهات المعنية في الدولة الموريتانية عن أهمية هذه المقاطعة التي ينتظر ويأمل السكان هناك من الكثير هو أن يشاهدوا الخدمات الأساسية وكل الخدمات تتحسن وتتطور في مقاطعتهم البعيدة إذن موقع وامبول جغرافي الجميل الذي يقع بين مقاطعة مقامة في ولاية غورغول ومركز غوري الإداري على ضفاف النهر مع الجارة السنغال هذا الموقع ظل قديما يلعب دورا اقتصاديا رياديا من خلال أنه كان بوابة للعديد من المواشف في أنحاء الوطن نظرا لكثافة الأرض وخصبتها هناك أيضا كان يلعب دورا اقتصاديا رياديا إذن نحن خلال هذه الرحلة جبنا مختلف الحياة والإنسان هناك في ومبو حيث قمنا بإعداد وثيقيات ستعرض عن الحياة البدوية والتقليدية في هذه المقاطعة الغنية بفلكلوريها المتنوع وأيضا الهائلة بالتنوع الديمغرافي الذي يعيش في هذه المقاطعة الحيوية أيضا أحمد دعني بداية قبل أن ننهي هذه الفقرة المتعلقة بهذه الرحلة الإنتاجية هو أن هذه التي تشاهدون الآن من فيلكلور ومن الكثير من الإنتاج إن شاء الله سيخرج تباعا وكان نتاج لفريق متكامل علي الشيخ ويل كعباش وشيخ الراضي وألسان خالي دبا إذن كان هناك فريق مهني محترم وراء الكاميرا يعمل ويصل الليلة بالنهار من أجل أن يخرج للمواطن الكريم هذا العمل إذن وأيضا التلفزة الموريتانية وفرت جميع إمكاناتها حتى نصل إلى كل مواطن موريتاني في كل بقعة من هذا الوطن حتى نخرج لكم الصورة كما هي طيب بابيري فيما سلف من النشرة تابعنا تقريرا لك حول أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف حددنا قليلا عن أجواء الاحتفال جوانب مختلفة من أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في كي هيدي وقرقل عموما نعم قرقل كما تعلم أحمد تتميز أيضا بخصائصها المتنوعة ولها خصوصيات في هذا الجانب الديني حيث تعرف هذه الولاية بالكثير من المساجد العتيقة التي يعود تاريخها إلى سنين عديدة إذن ليلة البارحة والبارحة هنا في مدينة كي هيدي تشهد تصدح عفوا كل المآذن بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتذكير بشمائله وخصاله الحميدة لا تكاد تخرج من أي حي إلا وهناك احتفال وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متواصلة في كل مساجد الأحياء وداخل القرى تجمعات هنا وهناك أيضا هناك بعض من القرى التي قيم فيها مدائح نبوية شريفة لذكر شمائل خير البرية صلى الله عليه وسلم إذن الكل مبتهج ومسرور بهذه الذكرى النبوية الشريفة التي ولد فيها محمد صلى الله عليه وسلم هذه الذكرى يقدم سكان ولاية قرقل كل ما يمكن تقديمه من ابتهالات ومدائح حتى تصاحب وتعطي لهذه الذكرى ماءها بها بيري وولي اليدالي مراسل قناة الموريتانية شكرا جزيلا لك حدثتنا من مدينة كيهيدي إلى موضوع آخر حيث تواصل مراكز التلقيح في مدينة روسو وفتح أبوابها أمام المواطنين لتلقي التطعيم ضد كوفيد 19 بعد أيام من انطلق الحملة الرابعة للتلقيح على المستوى الوطني وتلاحظ الفرق الطبية المسرفة على عملية التلقيح تراجعا في إقبال المواطنين وهو ما يفرض نشر المزيد من توعية وتحسيس مع اقتراب نهاية الحملة الرابعة للتلقيح ضد كوفيد 19 ما زالت مراكز التلقيح على مستوى مدينة روسو تستقبل العديد من المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح ولمواجهة هواجس البعض حول مضاعفات اللقاح عبر عدد من المواطنين الذين تلقوا التطعيم عن عدم صحة تلك الإشاعات وأن التلقيح هو الوسيلة الأمثل للوقاية من خطر الفيروس جيت هنا وفي الدقيت ما رأيت أي رواية فيها من شاء الله طالما من الناس الدق عدد اللي قالت الجماعة وقالت لهمة كاملة نجيت اليوم من دقة كوفيد هذا التلقيح الثاني وشبه حد الله يدق وقايا خير من الإلاج إلى ما نفعتنا ما لقدرنا بإذن الله يتعالى نسموه أنا ياشتر من الشايات يا قايا ما يسبه شبه حد الله مدد شي وبتلقى حذش لكن اللجانة الصحية في مدينة روسو ما زالت تنتظر إقبالا أكثر على نقاط التلقيح في ظل تسهيل العملية حيث تم توزيع فرق متعددة على مختلف النقاط داخل المدينة لاحظنا عن الناس الموجود منها اللي فات تكمل دقاته واللي ما فاته صارق المكان اللي ما يتعادل فيه الدقة ما زال فراحة الشيء اللي فعلا نعكس على النتائج الى كنا متوقعين رغم أن مثلا ذلك الغر كاتفي الحملة له عدلنا نشمل نقاط زائدة نقاط الانقاط اللي كنا نعيدلوه كنا نعيد لها عندنا ستة نقاط هم فريقين متنقلين وربعة ثابتة وقارك عندنا أسبع نقاط ثابتة فماكن مشهورة معروفة نقاط صحية معروفة بلدها مركز سطبا وعندنا هرت في رقم التنقيل ورغم هذا كانت النتائج ما هي النتائج كنا نتوقع أبدا هذا التراخي في الإقبال على مراكز التلقيح كان موضوع لقاء أمس جمع السلطات الإدارية برئاسة والي الولاية سيد مولاي إبراهيم والمولاي إبراهيم والمنتخبين المحليين وكافة الطيف المعني بالعملية للعمل سوية على رفع تحدي التلقيح والإسهام بقوة في الحملة الجارية وجعل نصيب الولاية فيها من التلقيح النصيب الأكثر من بين الولايات وذلك بعدما حققته الحاملات الماضية من ارتفاع في عداد الملاقحين وفي الإقبال على المراكز محمد لميلهادي قناة الموريتانية مدينة روسو النشرة انتهت إلى العناوين رئيس الجمهورية يهنئ المواطنين بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف في تغريدة عن حسابه بتويتر ويحثهم على إحياء الهدي النبوي في التسامح والمحبة والإخارة اختتام الجلسات التمهيدية حول إصلاح النظام التربوي الوطني بمشاركة الفاعلين في المجال التعليمي والمنتخبين والأحزاب السياسية والنقابات المظاهر وتخليد ذكر المولد النبوي الشريف تعم مختلفة ولاية الوطن وندوات والسهرات المديحية لتدارس سيرته العطرة والشمائل الغراء صلى الله عليه وسلم للوقاية من فيروس كوفيد 19 بادروا بالتلقيح والتزموا بالإجراءات الاحترازية شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة